حلو مختلف رفع علم مصر في الأولمبياد الشتوية وده كان وراء اطلاق أول اتحاد مصري لرياضة التزحلق على الجليد واللي اختتم من أيام فيها بطولة الجمهورية الرابعة بمشاركة كبيرة من لعيب رياضة التزحلق على الجليد أو التزلج على الجليد خلينا نتعرف أكتر مع حضراتكم عن هذه الرياضة وما شهدته من تطورات كبيرة جدا وإنجازات كمان رياضية محليا وعالميا مع دكتور هيبا جيرجس رئيس الاتحاد المصري للتزلج الفني على الجليد اللي من ورانا ومشرفانا في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير على حضرتك صباح النور أهلا وأهلا يعني عايزين نبتدي الأول نعرف الناس ناس كتير قوي ما يعرفوش الرياضة دي التزلج الفني على الجليد مش بس التزلج على الجليد تمام رياضتنا اللي هي التزلج الفني على الجليد اللي هي بالانجليزي figure skating هي رياضة أولمبية شتوية هي طبعا نسبيا جديدة في مصر لأن دي أول رياضة أولمبية شتوية في مصر وده أول اتحاد رسمي في مصر معترف به من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية وأيضا الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد الرياضة اتنقلت وبقت موجودة في القاهرة وإحنا دلوقتي شايفين الجو يعني في العالم كله مش أحسن حاجة والجو حر جدا فنجي بنقول الجو حر جدا وعندها تزلج على الجليد أحكي لنا التفاصيل بتحصل إزاي وأكيد المكان بيبقى معد بشكل مختلف أكيد احنا رياضتنا أولا طول السنة ناس كتيرة بتفتكر إن احنا بناخد أجازة في الصيف ده مش صحيح لا احنا مستمرين طول السنة يعني كل الناس تبقى في الحر في الصيف واحنا قاعدين في التكييف في الملاعب بتاعتنا تكييف واللي في الفريزر بقى على شاء بعدكم في الفريزر بنبقى لبسين جاكتات عادة وبلاطي يا بخطوكو احنا نتوقع معك يا ريت تشرفونا فطبعا احنا الملاعب بتاعتنا بتكون يعني هو بيبقى سطح جليدي واحنا في مصر يعني عندنا ملاعب عندنا كذا ملعب بصراحة بس هما كلهم مش الستاندرد سايز الأولمبي لسه بس احنا بنسعى جاهدين في الموضوع ده وطبعا بنتمنى ان احنا يكون عندنا ملعب يعني أولمبي اللي هو 30 في 60 بحيث ان احنا نقدر نستضيف مواسكرات وبطولات دولية قريب ان شاء الله لعبي ولعبات البتناج او التزحلق على الجليد محتاجين مرونة بدنية ومحتاجين كمان فيها فني يعني اللعبة نفسها فيها جانب فني وجانب رياضي ازاي ده بيشترك في التزحلق على جديد التحديد احنا يعني زي ما حردت قلت احنا الرياضة بتاعتنا فيها زي الاثلاتيك كمبوننت والارتوستيك كمبوننت اللي هو الجانب الرياضي والجانب الفني وفي البطولات هم برضو بيبقى التحكيم على الجزئين دول يعني بالمثل ايكل يعني فطبعا اللاعب لازم ان احنا بيجهزه يعني بياخد التمرين على التلج بيعمله القفزات والدورنات اللي هي جامس ان سبينس والستابس وكل الحاجات دي بس برضو في نفس الوقت لازم يكون عندهم يعني الجزء الفني ده مهم جدا فبياخدوا بالي بياخدوا جيمناستيكس بيعملوا off ice conditioning بيعملوا fitness بيبتدوا الاول ببالي وبيبتدوا بعد كده جنباز ايا كان مش شرط ممكن يبتدوا معنا في نفس الحاجات اه وبنطلب ان هم لازم يكونوا بيعملوا بالي مثلا يعني مرتين في الاسبوع يعني احنا ابطال الجمهورية عندنا بيعملوا بالي عاديد مرتين تلاتة في الاسبوع طب ايه الفرق بينها وبين التزلج الفني العادي وفيه لعبة احنا بنشوفها يعني حضرتك يعني اللي هي البتناج العجل ايه بالضبط ايه الفرق بين التزلج الفني على الجليد واللعبة التانية اللي احنا بنشوفها اللي هي الارتستيك بتناج او التزلج الفني اللي هي الاتحاد كمان موجود اكيد طبعا هو طبعا هي طبعا البتناج او يعني موجود في مصر وموجود من زمان جدا ورياضة كبيرة جدا واتحادها قوي جدا طبعا وده برضو يعني لأن طبعا يعني يعني علشان الجو في مصر بيسمح بهذه الرياضة يعني برضو وفي لها ملاعب كتير قوي والاتحاد قوي وإحنا يعني على تواصل معهم برضو في الاختلاف بقى فيه اختلافات طبعا هو الارتستيك باتيناج أو الارتستيك روليش كيرينج بيبقى على عجل بيبقى عندهم أربع عجلات صح اتنين قدام واتنين وراء وإحنا بنبقى على بليد البليد ده بيبقى يعني سمكه مثلا ثلاثة ملي والبليد ده بيبقى ليه تيط ينين فكرة أنها على نصل أو على سن أو على حاجة فالاتزان بيبقى مختلف تماما لكن طبعا نفس اللياقة مطلوبة ونفس التمارين والفنيات يعني فيها التشابه إحنا اتحادنا إحنا رياضتنا بتبع الرياضات الأولمبية الشتوية يعني إحنا في الأولمبياد الشتوية والرياضة نفسها لها بطولات عالم وليها بطولات كتير بس هي مش رياضة أولمبية الشتوية للأسف طيب اللعبة دكتورة مش منتشرة في النوادي مثلا ومختلف الأماكن في الجمهورية لأن يمكن هي لها ظروف بحكم الملاعب آه يعني معينة إحنا الاتحاد عندنا فيه كام لاعب مقيد وبنبتدي من أول سن كام البالي والجنباز والمهرات دي أنتوا اللي بتقدموها أو مش أنتوا كاتحاد يعني الممارسي اللعبة المدربين ولا اللاعب بيكون بيلعب أكتر من رياضة فبيكون على مدار الأسبوع لو عمل ثلاث مرات تزحلق على الجليد وثلاث مرات بلية تقفل الأسبوع خلاص بالزبط يعني إحنا برضو لازم أقول حليك إن إحنا المستويات الأعلى بيتمرنوا كل يوم تمام ده المطولات لك أبطال الجمهورية لا أبطال الصغيرين المدارس الصغيرين بيبتدوا إحنا بنحب منفضل أن هم يبتدوا صغيرين يعني مثلا من سنة أربع سنين أو ثلاثة حتى لو يعني هم دي فالو إنستركشنز بنبتدي هم صغيرين بس برضو إحنا رياضتنا بناخد ناس من جميع الأعمار بس برضو هارجع أقول إن هي الناس اللي هي اللي عايزة أولادها أن هم يخشوا بطولات دولية يوما ما هم لازم يبتدوا صغيرين عندنا شقة في الاتحاد عندنا اللي هو للأدولت وهما دول برضو الاتحاد الدولي لي بطولات دولية للكبار فإحنا عندنا بصراحة أدلتس كتير يعني ده كاترة وجرحين كل حاجة نتطف في بطولات بره يعني كانت في مشاركة في بطولات دولية وعالمية لتزالج الفني على الجليد أيوة إحنا نضمينا للاتحاد الدولي في الفين اتنين وعشرين وبعدها على طول اشتركنا في أول بطولة دولية لينا كانت في الجونيور جران بري بطلة الجمهورية هانا دعبيس اشتركت أول مرة واشتركنا بعديها برضو في برضو الجونيور جران بري وفي سلمة السقه وصارة بالصعود اشتركوا في بطولة في المجر السنة اللي فاتت حريك سألتيني على التمارين واللياقة وبنضيفها ازاي برضو عايزة اقول حاجة ان احنا زي ما قلنا ان احنا بنطلب بانهم ان هما لازم ان هما يحتفظوا بالمرونة ويعملوا الباليهم ان هما صغيرين احنا الاسبوع اللي فات يعني خلصنا بطولة الجمهورية كان عندنا خمس حكام دوليين كانوا مبسوطين جدا جدا من المستوى بعدها على طول كان عندنا استضافنا مدرب دولي من الاتحاد الدولي وعملنا معسكر كان فيه برضو يعني مجموعة كبيرة من اللاعبين وهي بنقسم اللاعبين حسب السنة والمستوى وهي وهي بتدرب على التلج كان في نفس الوقت بيحصل تمارين تانية يعني برة التلج كان فيه دانس وكان فيه فتنس وكان فيه مرونة وفلكسبيلتي وموبيلتي فحنا بناديهم على قد ما نقدر بنادي فرص والمدربين الاف ايس برضو بنشتغل معاهم بحيس ان هما دايما الاعداد بتاعك اللاعبين المساجلين في الاتحاد بصي احنا اتحاد جديد يعني احنا اتحاد انشأ في 2022 قبل كده كنا لجنا في اتحاد الرياضي للجميع فاحنا باعتبار ان احنا رياضة اولمبية شتوية احنا عددنا يعني هقول على الاقل 150 عظيم يعني عندنا قاعدة ابتدت تنتشر وبعددنا الاليل ومدربين برضو اللي عددهم الاليل لكن مستويهم عالي جدا اللي هو يعني كوش زياد خضر هو الهات كوش بتاعنا مضارف في امريكا الا ان الاتحاد الدولي طلب مني ان انا اقود الرياضة دي في افريقيا والشرق الاوسط يعني احنا اتحاد حديث ويعني هم مبسطوا جدا ان احنا كل حاجة بنعملها بنعملها صح وعلى مستوى دوي فانا دلوقتي مش فارق معايا بصراحة الكوانتيتي فارق معايا الكواليتي يعني انا باهتم بالجودة كل حاجة بنعملها لازم تبقى طوب كواليتي العدد هيجي لما يبقى عندي ملعب اولمبيدو ده السؤال بالك وتسأله حضرتك لانه ازاي ما احنا شافين على الشاشة دلوقتي احنا محتاجين ملاعب وزاي ما حضرتك قلت كمان ملاعب تبقى يعني وفقا للمواصفات العالمية الاستاندردز العالمية الخاصة بالتزلج الفني على الجليد احنا قطعنا شوط قد ايه في الملاعب دي عندنا كان ملعب غد دلوقتي في مصر وهل في ملاعب حنشوفها جديد قريب احنا تقريبا عندنا يعني اربع اربع ملاعب جليد هي دي اللي احنا بنضرب فيها بس زي مواصفات الاولمبيا لا خالص لا 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 مواصلناش لكن احنا طبعا بنطمع يعني مصر ليها والوزارة الشباب والرياضة ليها انجازات كبيرة جدا في مجال الرياضة والعاصمة والملاعب الكتير فاحنا بنطمع ان احنا قريب يكون عندنا ملعب اولمبي في مصر طيب احنا ان شاء الله يبقى عندنا ملعب اولمبي احنا عندنا دلوقتي ملاعب في مختلف اماكن الجمهورية حتى لو مش اولمبية يعني عندنا برق قاهرة خلينا نقول ملاعب برق قاهرة مش شرم الشيخ والغردقة لاغراض سياحية بس هي فعلا ملاعب جليد صغيرة لان احنا يعني احنا رياضة بس في نفس الوقت في ناس كتير بتروح لترفيه يعني طبعا ففي ملاعب يعني حركوا قلتني ان الرياضة دي لها جانبين او شقين شق رياضي وبدني وشق فني الشق الفني بقى ازاي بنشتغل عليه الاتحاد بيشتغل عليه ازاي فكرة اللي هو اختيار الموسيقى المقطوعات الاغاني طبعا انا عارف ان فيه افنت قريب حيبقى فيه اغاني ايوان رائع ترترات المسلسلات وده حاجة كلنا بنحبها ازاي بقى الجانب ده الجانب مهم جدا ان انا كلاعب او لعبة يبقى عندي مهارة التزوق الفني واختيار مقطوعة اقدر اشتغل عليها ويحصل تزلج وإقاع وتوازن معين مزبوط هو احنا بنفضل دايما حتى من السن الصغير ان اللاعب هو اللي يختار الموسيقى اللي هيعمل عليها سكيتينج اللي هيعمل عليها الاداء لانه هو بيكون حبيبها بيكون حاسس بالموسيقى سمعها شافها في فيلم او حاجة فلازم هو اللي بيخضر ده اولا لو طبعا المدرب هو اللي بيساعد لو هي الاغنية دي هتنفعه او مش هتنفعه باعتبار ان فيه مثلا اغنيات بتبقى ساعات سو دراماتيك او يعني صعبة جدا واللاعب معندوش المهارة ان هو يمثل او يعني ترفلكت الاغنية الصعبة فهيختار له حاجة ابسة شوية على حسب سنه وعلى حسب المهارات بتاعته وطبعا بيتدربوا كتير جدا على الاغنية دي بيحصل في الاول كوريوغرافي مع المدرب بيعملوا بعد الحركات تصميم التصميم الرخصات بالذات بعدين احيانا في المستويات العالية بيبقى فيه مدرب متخصص لحركات الادين فقط لانه المدرب التكنيكل بتاع الايس هو هيبقى يعني متخصص فيه الحركات اللي هي التكنيكل قوي وفي الآخر ساعة بنضيف مثلا مدرب بالي او مدرب مستوي يعني حد اخر يبقى فيه تنسيق ما بين مدرب تنسيق تنسيق رخصات او تصميم رخصات بنسميها الفينيشنج او البرزنتيشن اللي هو في الآخر المظهر بتاع كل الاداء نفسه هيبقى عاملة ازاي وهي المفروض ان السكيترز بي يعني دايما بنقولهم انت بتحكي قصة على الجليد او بترسم طابلو على الجليد فلازم تعكس كل ده ولازم تحسس المتفرج ان انت بتحكيله حكاية فطبعا احنا في البطولات بتبقى السولوس كل واحد بيعمل اداء لوحده لانه هو كل واحد بينافس له وهي رياضة فردية اليفنت اللي حضرتك يعني قلت عليه اللي هو هيبقى يوم السبت ان شاء الله هنعلن عليه على صفحتنا اللي هي ايس كيت ايجيبت اسم الاتحاد بالانجليزي هيكون الساعة ستة يوم السبت في مصر جديدة ياريت تشرفونا ده هنعمل عرض لي يعني اخر الموسم هيبقى تلاتين ستة اليفنت يوم تسعة وعشرين هنعمل على تتر اغاني المسلسلات ده بيبقى عرض جماعي يعني بما ان احنا رياضتنا فردية بنحاول ان احنا نشجعهم من هما دايما يبقى فيه تيمورك ويشتغلوا مع بعض فاخترنا اغاني المسلسلات حاجة بيبقى فيه ثيم للعرض بحيث ان الناس يعني برضو تبقى تستمتع بالشو تدخل في مود بيكون زريف جدا هتلاقي مثلا اغاني زي جراند أوتيل رقفة الهجان اللي افتتاح على اغنية تتر مسلسل ام كلثوم اللي هي كانت رائعة فحاجة جميلة واحنا من سنتين عملنا اغاني الافلام عملنا اغاني الافلام الكلاسيكية مثلا ليلى مراد قالو قالو قلبي دليلي يعني كم اغاني الناس بصراحة الجمهور كان سعيد جدا وتلفزيون صور كتير وقالوا لنا انتم فعلا اخدتونا في حاجة يعني رقية جدا وكانت جميلة جدا فاحنا بنشجع دعما اللاعبين والجمهور على التطوق الفني يعني الارتقاء بالاغانين هما لازم يعني حتى الاغانين هما يسمعوها تبقى حاجة جميلة وبرضو بنعرفهم ترسنا يعني لما يبقى عندي حد عنده خمس سنين يسمع اغنية رفض الهجان او ام كلثوم او او برضو احنا كاتحاد لازم نوصل لهم الرسالة دي وبابا عبدو في اغنية من بابا عبدو فمن وريهم الفيديو لازم يشوفوا الاداء ازاي لازم هيلبسوا فيه ولد هيلبس زي طبعا الفنان القدير يعني لازم يعرفوا ترسهم وتاريخهم فده الهدف من الشو it's end of season show يريد تشرفونا وده كمان بيقرب الفن للناس وبيقرب رياضة بي للناس لما نتفرج على تزحلق على الجليل على تترات واغاني رأي الحبيب مثلا المكلسوم او غيرها هحب اكتر وحتفكر كده ان انا ممكن امارس الرياضة دي مشكورك شكرا جزيلا نورتينا وشرفتينا كل التوفيق للاتحاد التزلج الفني على الجليل دكتور هيبا جرجس رئيس الاتحاد المصري للتزلج الفني على الجليل نورتينا وشرفتينا وصباح الخير على حضرتك مش سيه الف الف شكور شكرا